متتبعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم في اللقاء الخاص من الصديف في سعد كبير سعود رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعات 3 مليل من أجل مناقشات الإشكالية التي ستعرفها هذه الجماعة هذه خاصة أنها واحدة من الضواحي مدينة الضربدة سعد كبير سعود مرحبا بك شكراً آخر مرحبا شكراً لجريدات الأنفاس إلا لحتيس كبير سعود على مستوامة الدول الأوروبية تشكيل جماعات الضحاوية متنفسة على الساكنة التي تكون فهمت العديد من المنتزهات العديد من المرافق العيش الكريم جماعات تتمليل ولا جماعات أخرى لا يمكنك تلعب هذه الدورة لماذا؟ أخ أحمد ربما عندك تصور خاطئ البلدية تتمليل البلدية تتمليل ليس بلدية الله بدأت ولي الله بنت وإنما يبقى لديها قديمة ولها تاريخ ما لعبتش الدور ديال اللي قلت انتا ما نظنش لأن البلدية تتمليل هي البلدية الوحيدة اللي عرفت البلوندام ينجمون دياله في 2004 لما عدن 2004 ولي خلق واحد المجموعة ديال الزيئات واللي استبدأت منه الضر بيضا لأنه في اليوم تتمليل هي المتنفس الوحيد ديال الضر بيضا لو لم تلعب هذا الدور لما وصل فيها الميتر الكاري اليوم لعشر الالف درام وحتى الخمسة عشر الالف درام وحتى الكنين وعشرين الف درام سمح لي سمح لي سمح لي سمح لي بقياس بأن هاي شكلات المتنفسه هي فضاء للسكان وصف لا لا ماشي فضاء للسكان نحنا ماشي اذا ما نقول لها بلدية تتمليل هي بلدية مبلقانا في غير ديال لا كان متنفسات كان دي تسمى غير الدور كين واحد البرنامج اللي هو ربما قلت ان يدع في إطار الدراسة وفي إطار الخروج ديال له ووقف عليه السيد العام اللي هو مشكور على هذ البرنامج هو ديال الضرد سوف نأخذ 1-4 هكتارات اللي سيكون فيهم منتزع ترفيه الساكينة اليوم سيكون البيسي اللي سيكون البيسي اللي هو أولمبيك في الدخلة دي المدينة لدينا دي سبازفير داخل البلدية تقريبا ركيس كل واحد 3 قطارات يعني كان متنفس للساكين يعني دي كلها مشاريع مستقبلية حاليا لا مش حاليا موجودة لدينا دي سبازفير دي 3 قطارات ركيس اللي لمشي تشتغير جرده كان دي الأمل واحده أمل جوج كان دي أخرى دي راحة كان هذا المشروع اللي قلت لك لي وقف الاستيد العامل اللي هو مشكور راح غادي غادي اللوجه كان البيسي اللي هو البيسي راح اليوم دابي إلى 3-3 مليار غادي لقاء الأشغال راح بادية فيه اللي هو ببيسي اولمبيك كان ملعب دي الكورة القدم اللي هو الدكرافت ديته ورام العب مقدمه ويستفدون من جماعات المجاورة يعني ما نقولوش كين اغلب القناة كين زيئات وكين مقابل زيئات كين المرافق اللي هي كتستفد من الساكينة هذك الطارق اللي اللي تتربطتما بالأهل الغلام والمديونة كانت خلقة مشكلة وخال الان دابل يعني تم الإصلاح دياله والتنسيع دياله من تت Leh لا ما بلت تفكروا خلicken اللكم كجامعة يعني تزيدوا لا لا بال بالبلدي للتتم でالة كانت مشكلة في الاروتيرناف لانة عادنا وحد المجموعة دي المداخل عادنا المدخله الدخلة الاولى ديال منطقة الصناعية زيادت الدخلة الاولى اللي على المقبرة قطلع الدخول لتت工 B Nation عادنا الدخلة التانية منطقتنا عادنا ادخلة الرابعة ديال القهوة clear awatocوب لدينا الدخلة الخامسة عن ستاسيون لدينا الرومبون الكبير لين يوقفون بريجة الامن لكي تدوز على البلدية لدينا الدخلة السادة والسابعة التي تدعها مثلاً 3 مليل وكي تدعها الأسبوع المشكلة التي تذهبها ليس لدينا كبلدية 3 مليل أنا أتحدق أن يكون هناك مشكلة في دخل البلدية 3 مليل المشكلة التي كانت في المجمعات الأخرى لما عندها سديزالتار وكي تدعها في البلدية المجاورة مثلاً لدينا دخلها واحدة من المشروع السلام لأن هناك مشكلة أما في البلدية 3 مليل لا لدينا مشكلة والحمد لله ولكن هناك منتخبين لدينا مشكلة على الأقل ترسل وزارة الجيس لا 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 نقول لك المشكلة لدينا في البلدية 3 مليل بالواجب أما بلدية أخرى ولا جماعة أخرى را عندها منتخبون ديال لا عندها رئيس ديال لدينا مجلس ديال أنا لم يمكن لي اليوم من الدوي وننبع على مجلس خلي أنا ماشي عضو فيه من باب نيضال ومن باب دكسي راح لك نكتبوه وكندوي وكنناقشوه مع الإخوان أما من باب هاش نكتب أنا الوزار جيت لدينا مجلس ديال لدينا مجلس ديال وندخل في المجلس المدينة ونقولوا ما هو اللي غادي تدير واشنو اللي ما غاديش تدير المهم هي تابعة للمجلس المدينة احنا تكون ولم تكونش هادك تابعة للمجلس المدينة ربما مع المناديلين ديالنا راح نكتر نكتر المشاكل واشنوض أنا نقوم مقام لو كما ستطرحوش هاتش على مستوى الجيهة را كينا جيه وحدا شوف الجيهة اللي جينا ندوع الجيهة را كل واحد يلا كيفوك مشاكل دياله هو العار ننفوك مشاكل اللي عندنا في الجيهة لان الجيهة را كينا مجلس المدينة وعنده قوة كتر منينا كبلدية لو كنتم كجامعة تتملية ولا منسخبين تتملية فرد انكم ممتلين في الجيهة اللي ستدفعوا للمشاكل تعد الجيهة وخا غادي نجين دوي انا قاع له هاد المشكيلي كين ديالا روتيرناف مع مشروع السلام لا خلاوا واحد وهادو كل ناس اللي في الجيهة ديالهم هومة علش ما يطرحو هاش را كينا طريق دابة ببيسترة تصوبات ولكنش خالصة خالصة القدرون من عند دوار مزابح تل المجلد الكوشي هذا ربي اسداز في إطار المبادرة ولكن خاصوا وخاصوا قدرون بوضع نجيبة البلدية لأنا أحضر لدينا أنا إلا مشيت الجيهة ستدفع لبلدية الجيهة لأن هذا مشكلة تروح في مجلس المدينة هم عندهم قوة كبالدية وعندما يتحدث في الإقليم ممتل وممتل الي في الجهة حوالها ويقالوا يا ربي من ذلك possibility وعندما يقول أن المجلسة على الجماعات تعتملي دائماً تغير في الصراعات صراعات المكاتب ومعارضات، إقالة الرئيس, التي لا تتجهل الدورات رحمة الوالدين والإنسان يقول الي فأنت تخلي دك شيء لا أتشكر يقول حولك مطالبة بإقالة الرئيس مطالبة بإقالة الرئيس ربما الجماعات المغرب على الصعيد الوطني عارفوها وكان عارفوها ذاك شيء أما بتقول يا كين سيرعات داخلية الحمد لله أنا دخلت في 2003 ليومين هذا ما كنت احتديك المحاسبة الحزبية انت كنتمي لهذه الحزب وانا كنتمي لهذه الحزب ما كنت كنخدمه واحد الخدمة خلاه واحد كنخدمه تتملين ما كنخدموش الحزب وما كنخدموش لانا الساكنة تتملين كلها عدنا بوحد درجة متساوي لانا انا كنتمي لواحد دائرة والاخر لا يمكنش لنخرج لا يمكنش لنخدم دائرته وما نخدمش دائرة كنت ولا دائرت لاخر لانا كين عدنا واحد تداخل ببنة الدواري ما عندناش هذالقادية سيرعات رابودر عندك اجوش دراجين في الدر وما كيتطفقش لك عندك سيرع في الدر على ذكا السيرعات السيسعود الملاحظة أن الجماعات الدحاوية دائما تعيش وكأنها ضربتها واحد جيحة تعالت السيرعات لماذا عندكم توماء يعني ضربوا عزاب وذكورة لماذا تشير؟ لدينا متكاملة لما نحيط المرافق الصحية ولما نحيط التعليم ولما نحيط جميع yerلة على أسات teng Tisch عبد البنیسعود لأنك عضو فالأغلبية لا demonstrating لا تخلف لا يسترع لك لا تقوش يعوضوا في الأغلبية ولا تقوش ليرك في المعارضة أنا في المعارضة ربما أشد المعارضين حين كيخرج ترانع السكاق وأشد المؤيدين مني كيرجع ترانع السكاق ربما إلى سولته ربما كيش اللي كي تشد مع الفشتالي كدي أناق سنواته ولكن أنا معاه ما عند الرئيس مني كيكون غاضي في الطريق السواء هل ترى طبيعي أن السيف الشالي يبقى على رأس الجماعات المدة كلها؟ يعني لا يوجد شيء أدل تتمليل ولم يمكن أن نجيب أحد السيد الذي ترأس الجماعات؟ لا يوجد شيء أدوامه لله ولكن لحد الآن لحد الآن لا يمكن أن نقرر الخير لأن الناس يجب أن ترى البلدية تتمليل إلى الجماعة المجاورة لأن السيد الحجاج ربما تتمليل فشتالي تخليها في 92 وجماعة السيد الحجاج تخلقت في 92 إذا جاءت قارنة غير بها جوة جماعة أنا كنقول غير على صعيد الإقليم ربما تجد أحد الفرق شاسع بالجماعات لأنه لم يكن هذا السيد لما وصلت إلى البلدية تتمليل اللي وصلت له كان أدوام لله فهذا السيد الحجاج يبقى في الكرسي لأنه أضع نار ولكنه يجب أن يكبر أن أدوام لله نحن احترام هاته وكذلك الذي يجب أن تتمليل في البلدية تتمليل ونجعله أحد منك أن نقول لك إنسان الذي متزن وإنسان الذي يعرف ما يجب ويجب أن يكون رؤية مستقبلي لأنها تتمليل لا تقوم به في المعارض ويمكني بالعضاء الجماعة gezيني ولكن لا يوجد شرارة قادمة تقولها وعودها لأن الفجن لم تريد شرارة ويجب أن كنا لنقوم بـ أمي أو رئيس أمي اشتري حيني وليه خطير من المغرب والمغرب المغرب يعني ليس إنسان أمي ولا ما يفكر إنسان هو متزم إنسان يعرف ما يفعل نحن معاه الوقت الذي يكون في المصلحة العامة و الوقت الذي يخرج على الخطة وليه ذلك نحن كنت الدولي ونراجع الأمور وما يدوم في السيرعة وشهر وشهر ونراجع الأمور ولكن علش هؤلاء الناس الذين يقولون بأن السير خصوه يبشي بحالاته وبركة عليه لأنه إنسان اللي عمر طويلة نفاتك المنطقة وشوف القادية ديال الفشتالي مشي في حاله قالوا أنه ربما أنا كنسميهم أعداء النجاح أنا نبغي اللي كيقول الفشتالي مشي في حاله ويجي للبلدية ديال تتمليل وشوف التاريخ ديال تتمليل كيفاش كانت تتمليل قبل ما يدخل ليها وكيفاش رجعت تتمليل من يدخل ليها هو تتمليل خلاه واحد إنسان اللي هو مستثمر إنسان اللي هو كيعرف أش كي يدير ربما كانت دخله هو البلدية ديال تتمليل وربما البلدية الوحيدة اللي دازل لها البلندة ميناجمون ديالا على الصعيد دربية من المشاكل التي يقولون الناس متروح على صعيد الجماعة التتمليل قضية الإنارة العمومية قضية النظافة يعني علش انتوما انتوما اللي تتفهموا ما دخلتوش للقضية تعد تدبير مفوض بقى الجماعية ليست تكلف بالنظافة والإنارة العمومية قضية النظافة والإنارة العمومية وقضية الخدمات الجماعية كلها بالنسبة للبلدية التتمليل ونصوم ساتيسفي يعني لا واصول اللي رد لكن إنسان يجي التتمليل وشوف عنا كنشوفوا التدبير المفوض غير على صعيد الضربية كننخل الضربية كنلقى غارقة عزبان عنا الحمد لله اليوم كنتوفره لأسطول ديال النظافة اللي كيتكون تقريباً خمسات الكاميوات ثلاثة كينين وجوج يالله تشراو هادو ديال اللي بنتازوز عدنا تقريباً واحد دربعات الكاميوات ديال البراكس عدنا بالايور عدنا يد عامل اللي هي كاليفي لأن خدامك تعرف اسنو كتديل يعني مشكية ديالنا ضافة بالنسبة للبلدية تتمليل نصوم ساتيسفي لأن نجي ندوحتها بالطوناج رحنا بقي موصلناش لها لاني لقيتك عندي خمسات الكاميوات ديال او خمسات كينين طون رحنا نبقي موصلناش للاعادات هناك نخدمه بوحد خدمة مرتاحين خلاوات وما عندناش مشكلة بالنسبة اللي كلي راجبيب اللي قي توفر البلدية ديالتت تتمليل على البيانيكيب لكي يخدم 24 ساعة عدنا جوج كاميوات كون عدنا المشكين ما غدنا نخدموه كمي ونخليه كمي وعد خور عم عدناش مشكين حتى بالنسبة لي كلي راجبي بليك ربما راخدت البلدية العاتق ديالها رالي كلي راجبي بليك ديالتت مليه كله التعاون يعني اليوم كنخدموه مرتاحي والحمد لله شكرا صحيح عبد كوريب سعود على الدردشة معك شكرا لمتتبعي قناة الفاس وإلى لقاء جديد إن شاء الله